تعد الجرعة التنشيطية إحدى أهم الوسائل الطبية المعتمدة التي أثبتت البروتوكولات الطبية المعمول بها في العالم نجاحها لمواجهة وباء كورونا والحد من خطورته ويعتبر الإقبال على تلقيها خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها تقوية مناعة المجتمع وبالتالي تقليل أعداد الوفيات والإصابات جميع المساعي الحكومية والأهلية تكاتفت معا من أجل دوام استقرار الحالة الوبائية التي تعيشها البحرين حتى اللحظة فثبات أعداد الإصابات وبقاؤها ضمن مستوياتها الآمنة والأخذ بها نحو تقليصها تدريجيا وبشكل ملحوظ يوما بعد يوم يرجع إلى عديد الأسباب المنطقية التي حالت وما زالت تحول دون وجود شذرات مسببات بالجملة قد تقف الحلول عاجزة عن صد سلبياتها وحتى ردعها بشكل مباشر لا قدر الله إن نطاق الوعي المجتمعي قد زاد وتوسع في رقعته بجدول تزام الأفراد والجماعات بالإجراءات والتدابير الوقائية بعيدا عن التجمعات إذ بات لزاما على كل نفس تعيش تحت سماء أرض الخلود أن تتبع هداها في الإبقاء على سلامتها وسلامة من حولها عبر محاباتها لجملة من الاحترازات والقواعد الصحية التي تزيد من صلاحية بقاء المستوى الأخضر وبالتالي ضمان ديمومة بهاء واقع الحياة الجمالية والعيش بتفاصيلها المعتادة كما في السابق بعيدا عن الإغلاقات وطرح المحظورات من بعد النجاح الملموس في مدى إقبال المواطنين والمقيمين على أخذ التطعيمات التي اعتمدتها الجهات الصحية المعنية في المملكة لإجازتها والتأكيد على مدى فعاليتها ومأمونيتها العالية تم الإفساح عن مكنون جرعة تنشطية تلي جرعتين لقاح ليكون التوجه حتميا نحو بيان الإيضاح المناسب حول الأهمية الآتية من وراء تلقيها ومنذ ذلك الحين فإن إسهامات الجرعة المنشطة الإيجابية على استقرار الوضع الوبائي في البحرين بدت واضحة منذ الإعلان عن ضرورة أخذها الأمر الذي أوجب التمعون من قبل شريحة واسعة من القاطنين داخل حدود المجتمع البحريني حول حقيقة الفائدة الآتية من وراء الحصول على جرعة تنشطية التي أقرت بناء على البروتوكولات الطبية لمواجهة هذه الجائحة ليؤكد الأطباء على عظم دورها الحيوي في تقوية الجهاز المناعي في الجسم وتفادي حدوث الأعراض الشديدة وبالتالي تقوية مناعة المجتمع حتى يصار بعدها للوصول إلى نسب أعلى من أجل الحفاظ على سلامة الناس وما قد يترتب على ذلك من تقليل لأعداد الوفيات والإصابات اشتركوا في القناة